موسيقى يدوب يدوب احنا يعني بنعبي اقل من عشر الكمية اللي بتاخدها السيارة عشرين ثلاثين شكل وساعات لما يكون عندك زبون خمسين شكل بتعبينو فهوز السواق بسير يمشي يدوب بيقنن على الاخر احنا لما كنا بنشتغل في اليوم عادي عربة عشرين ساعة هل قيت بنشتغل بس ساعتين شغلنا في المحطة احنا محطة مكلفانة قربت على تلاتمئة اربعمئة الف بنشتغل فيها ساعتين يدوب تطلع اجار الموظفين اللي عندنا الكمية اللي بتعد لنا يدوب يعني اشي لا يذكر بنسل الكميات العنية فاليهود ما فيش يمكان وبيعين كمان لما بيجيك اللي هي السلطة الطاقة بدها نص مليون اليهود بداخل مليون بتجي سلطة الطاقة بتاخد نص مليون بيضل السوق نص مليون من المليون بيضل نص بيجيك الوكالة بدها مئة واربعين الف بيضل لنا تلاتمئة وستين الف يعني غير الاعياد مش لما بيجي الطاقة او الوكالة بيزودوهم كلمية فوق حصة السوق لا بياخدوهم حصة السوق وبعطوه للوكالة وبعطوه لسلطة الطاقة فأساسك التنميات فيش امكانية تكافهوا الازمة يعني الله يكونوا بيعون بيعون السواقين لانه ايش يعني صحيح الزل زيادة عن اللزوم لما سواق بيضل واقف ثلاث ساعات عشان ييخش المحطة بفكر حاله بدي يعبي بلاقي انه بتفاجأ انه بتعبي بعشرين تلاتين شكل واذا كان يدوب يعني الامور شوية بتعبي بخمسين شكل يدوب نصاودي بسكر خلاص فيش امكانية ماذا فيش يعني ناص يعني انا الكمية اللي جتنا اللي هي يوم يوم الثنين مبارح ما اشتغلناش عبنا يوم الثنين شوية مبارح ما اشتغلناش اللي اشتغلنا اليوم نكمل اللي عندنا على امل انه بكرة يطلع لنا حصة ونعد وممكن يفتح المعبر يطلع لنا حصة يعني ممكن المعبر يفتح يدخلوا يوزع حصة ما يطلع لنا حصة كمان والله عبهو ما احنا من عب الطوابير يعني بتكون واصلة ساعات يعني عقل عن مدار كيلو يعني بوصل لش ساعات ممكن تضاي نصف كيلو سيارات يعني تقولوا خلص شطبنا وروح بعد ما كون بكون اشتغلنا ساعتين كمان وبشغل السيارة شوية يبط بشغل بكون سحب الكزات ومالها كونش وباني احنا محطة مكلفة يعني احنا اشتغلنا نصف كترين جديد ومكلفة مبلغ رقم خيالي اللي تفتح فيها ساعتين والله جريم يعني احنا محطة مكلفاني لواحد دم قلب ويفتح ساعتين يعني اشي وربنا يعين وان شاء الله تفتح الأمور ونعيش زين الناس ان شاء الله بدايك كل يوم انه الازمة هاده مستمر لحتى هذه اللحظة انه احنا نشتغل او بيوميتنا يعني نعب كاز بعدد قليل من اللترات فهذا لاي بيكفينا بيوميتنا فهذا بسببنا ازعاج كبير بالنسبة انه لمصاريفنا او حالنا او بيتنا بتمشينا نص نهار ومش كل يوم من عبّة كل يومين ثلاثة ياما من عبّة منخدنا 10 لتر او 12 لتر فهذا بلاي لتكفي لأي شغل يعني بنص نهار بيكون خلاص الكمية طب باقي نص نهار ويكون فيه ناس عندك جماعات وعندك منوظفين فاحنا بنقدرش انه نكمل شغلنا معاهم سبب الازمة اسكيرة المعابر مع اليهود هذي هذي سببتنا كارثة انسانية بحد ذاتها يعني انه الامر انه بيزبط اش انه يتسكوا عن المعابر نلازم يفتحوا المعبر عشانا ندخلوا هذا الوقود بالذات الوقود انه شغلة يوميا لازم تكون في غزة لا احنا لا ما تدخل انه يحصل ازمة كبيرة جدا اذا لم يفتح المعبر انا حاجت يعني بعبيه كل يوم من 18 لتر الى 17 لتر كل يوم هذي هذي منعبونا 10 لتر وال10 لتر بقدوناش وقصة المعابر هذي اللي مسكرة هذي عشان الاعياد الاسرائيلية ها هم بعقبونا جماعيا مثليالي ها وعلى الازمة هذي يعني اذا طوالها خربان ديار هذي للناس واضع الحمد لله نائب بنشتغل بحق الكاز يعني نطلع مصروفنا ولا ما فيه ولا تصغير العربية ما معنا بالنسبة احنا نائب السبع ركاب وهذي احنا بنقى بساعة عشان اعب يمكن اعبيلي بخمسين شكل يمكن اعبيلي بسبعين عقاد مشورين ثلاثة عنصرات على الوسطى ومع السلامة يعني كيبدأ قولك يعني هي بتأثر لانه بيجي من برا مواد تمونية وبضاعة وحاجات وصلر وبنزين وكازو وبصير احنا ازمة مع انو احنا عايشين في ازمة يعني كمال لا فيه شغل ولا فيه مشغل ولا فيه حاجة يعني احنا عايشين من قلت الموت بالاخر بتقضيش بميش شكل احنا منخيل ببلاش مرة بنلاقي راكب مرة بنلاقيش مرة مش عارف ايش هاي الشغلة والعاملة تبعت راح نشتغل عليها لما عشان الله يبعث نعملنا ببعش عشيك لنطعم لأولاد اكتر من هيك مفيش والله بالنسبة للتعباية معروفة كل المحطات صارت عبيننا بس مجرد خمسين كل يوم يعني بنقضي فيها حالنا مثلا لاخر نهار او للمغرب بنصفر الثاني يوم ديجي بنعب خمسين وبنكمل تاني يوم والله تقريبا سبعة أيام شو السبب والله ما بنعرف يعني بقولوا لك أزمة ضراب اليهود دعياد يهود كل واحد دي له رواية والله من ناحية الإسرائيليين ما نتعرف يعني وكل الشعب يعرف هذا الاشي يعني انه بصفة عما هو عقابهم مش بس في السولار يعني في السولار كهرباء بترول معانا بنعيش على الوقت اللي انا عايشينو موسيقى بصفة عم من 500 وهناك انا يعني اجبر عم من موسيقى حسنا تم موسيقى سيقات رائعة موسيقى موسيقى موسيقى